الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأذكركم بأني وإياكم عبيد وربنا جل جلاله أمرنا بتقواه ووعدنا على الانضباط بأمره الجنة وأوعد من خالف العذاب أمرنا ربنا بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعنا من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخير كل الخير في أمر رب العالمين وإنه ما زال هذا النفس يتردد في الصدر ففي الوقت فسحة لكي يتوب العاصي ولكي يعود الآبق ولكي يجتهد من كان مقصرا ولكي يثبت على الاجتهاد من كان مجتهدا الوقت مناسب لمن كان فينا مقيما على حرام أن يترفع أن يستغفر ورمضان جوه العام يساعد على ترك الحرام جوه العام يساعد على الاستغفار جوه العام يساعد على التوبة والرجوع إلى الله رمضان موسم فيه من كان مقصرا بفريضة الوقت مناسب جدا لكي يبدأ بالالتزام بهذه الفرائض حتى إذا مضت هذه الأيام الثلاثون وجد نفسه مقيما على الفرائض ورمضان فرصة للإكثار من النوافل فترى الناس عموما زاحفين إلى المساجد متهجدين أو قائمين أو أنهم متصدقين وهكذا فالوقت مناسب بادر لتكون مع هؤلاء القوم ثم إن القلوب رقيقة فالوقت مناسب والفرصة سانحة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وستجد ممن حولك استجابة على هذه الأربعة أيها الإخوة مدار خطب الجمعة التي سمعتم والتي تسمعون وهذه الأربعة هي تقوى الله تعالى التي ينشد الخطباء فيها المصلين والتي بها أمرنا رب العالمين فتعالوا نبادر إلى الاغتنام منها ما استطعنا حتى إذا منتهى رمضان سجل الله تعالى أسماءنا جميعا من المتقين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم استفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال المفسرون تشير الآيات إلى أن جبرى الخواطر واستئلاف الخلق من أعظم المقاصد في تمام الدين أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني عنوان خطب رمضان جبر الخواطر وعنوان خطبة اليوم جبر الخواطر في السنة أيها الإخوة جبر الخواطر مصطلح يعني العطف على المحتاج والعون للمصاب والسعي لإدخال السرور على قلبيهما وجبر خاطره إذا سلاه وعزاه وفرج الغم عنه وجبر خاطره إذا طيب قلبه وتدارك ما فات من أمره الحزين محتاج إلى من يجبر خاطره بكلمة حانية والفقير محتاج إلى من يجبر خاطره بنفقة كافية والمريض محتاج إلى من يجبر خاطره بدعاء العافية والمظلوم محتاج إلى من يجبر خاطره بشفاعة وافية والمسن محتاج إلى من يجبر خاطره بزيارة شافية عندما يقضى الدين عن المدين ينجبر خاطره وعندما تصل المسافر رسالة أو مهاتفة ينجبر خاطره وعندما تفتح للمهموم باب الأمل وتؤمله بالفرج ينجبر خاطره وعندما تعين أرملة أو مسكينا أو يتيما تجبر خواطرهم وفي السنة الشريفة دعوة نظرية وعملية لجبر خواطر الناس فكم قرأنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الداعية إلى زيارة المريض ومواساة المصاب وكفالة اليتيم وإعانة المدين والتصدق على الفقير وبر الكبير والعطف على الصغير ولين القول وصلاح الفعل وحسن الخلق وكل هذه الفعال هي من فعال جبر الخواطر والنصوص في هذا كثيرة يحفظها كثير منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا هذه دعوة أيها الإخوة المريض الجالس في بيته لأيام أو لأشهر المريض الجالس في المشفى لأيام أسابيع هو يأنس إذا جاءه واحد مننا وجلس عنده برهة هو يأنس إذا تردد عليه الناس هو يسل عن مرضه والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن مكافأة من يفعل هذه الفعلة مكافأة عالية ينادي مناد في السماء أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة هذا المصاب ينتظر واحدا مننا أن يأتي إليه ليدعو له أو ليجبر خاطره بكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثك عن الأجر العظيم إذا أنت فعلت هذه الفعلة كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظاهرها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال طيب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وهكذا أيها الإخوة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى خصال جبر خواطر الناس هذا من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر من حوله كل ما استطاع لذلك سبيلا ففي ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك وإن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها وأنتم الآن تذكروا من الذي يفعل هذه الفعلة إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل عنده متسع من الوقت ليزور المرضى؟ هل عنده متسع من الوقت ليشيع الجنائس؟ هو نبي هذه الأمة هو المعني بتعليم شرع الله للناس هو قائد هذه الدولة هو الذي تربع على عرش العقول والقلوب مع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر الناس يزور المريض يشيع الجنازة تأتي الأمة يعني هذه فتاة عبدة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليمضي معها حيث شاءت في المدينة فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتها جبرا لخاطره وفي شعب الإيمان عن أنسي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف إذا أنت بتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بضل ما سك لك إيدك بس أنت تخلص هو بيخلص مع أن رتبته صلى الله عليه وسلم لم يبلغها بشر إذا حدثت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى وجهه منصرفا إليك حتى تنتهي أنت فتنصرف فينصرف جبرا بخاطر من يكلمه ومن يصافحه جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطر مغيث عندما شفع له عند زوجته بريرة ألا تفارقه مغيث كان عبدا وزوجته بريرة كانت أما وكانت زوجين ومغيث يحب بريرة كثيرا زوجته حصل أن بريرة اعتقت صارت حرة الأما إذا اعتقت صارت مخيرة إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت تركته لأنه عبد وهي حرة فلما اعتقت بريرة قالت يا مغيث أريد أن نتفارق مغيث يحب بريرة جدا لا يزال يسترضيها ويكلمها وهي تقول لا أريدك جاء في صحيح البخاري أنه كان يمشي وراءها حول الكعبة وهي تطوف ودموعه على وجهه يسترضيها ويستشفعها أنه ابقي معي زوجة وهي لا تريد فذهب مغيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع إليها يعني حط وسط رسول الله صلى الله عليه وسلم برك يبضل عن جوزك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك فقالت يا رسول الله تأمرني بذلك هذا أمر قال لا إنما أنا شافع قالت لا أريده لا أريده فكانت دموعه تسيل على خده الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطر مغيث وذهب ليشفع له عند زوجته وجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر صحابي شديد الفقري أراد الزواج وليس عنده ما يقدمه مهرا للمرأة ففي الصحيحين قام رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجني قال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا قال فذهب ثم رجع وقال لا والله ما وجدت شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد يجبر خاطر أو فقير قال يا رجل طيب تريد تتزوج خاتم من حديد قال ثم ذهب الرجل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا خاتما من حديد ما عندنا شيء ولكن هذا إزاري فلها نصفه حاطت وزر تحد لا يملك من الدنيا غيره قال له صلىها بالنص تأخذ نص الوزر لألة ونص لألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاريك إن لبسته لم يكن عليه منها شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام مكسور خاطر زعلان فقير بده يتزوج ولا شيء يملك قام الرجل منصرفا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن معناة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ويفكر بهذا الرجل كيف بدنا نحلل له مشكلته قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وكذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلب حافظ عن غير قال نعم قال اذهب فقد زوجتك فلانا بما معك من القرآن علماء قالوا لابد لابد في الزواج من مهر فما معنى هذا الحديث زوجتك بما معك من القرآن يعني قالوا إنك تعلمها هذه السور حتى تحفظ هذه السور فإذا المعلم علم دروس خاصة لأحد يأخذ أجره فبدل هذه الأجره سيكون مهر هذه المرأة بأن تعلمها هذه السور من القرآن الشاهد من القصة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطر هذا الفقير وجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطر زاهر ساكن البادية ففي مسند أحمد عن أنسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما بشير فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه كان زاهر عم يبيع غراض بقلب المدينة فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبصره الرجل من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ضمه وما خلاه يدير وجهه فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد لكنك عند الله أنت غال فقد جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطر زاهر وجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطر جرير بن عبد الله عندما لم يجد له مكانا ليجلس فيه فعن جرير بن عبد الله البجلي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت مملوء بالناس النبي جالس في بيت مليء بالناس الآن دخل جرير بن عبد الله فقام بالباب فنظر فلم يجد مكانا له دور في كل مليئة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم يرى موضعا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ثم رمى به إلى جرير وقال اجلس عليه ملأ له مكان فشلح النبي صلى الله عليه وسلم العبائي وطواها ورماها لجرير قال اجلس عليه قال فأخذه جرير فضمه وقبله طواها العبائي وقبله ثم رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطر طفل صغير كان أخا لسيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما كان لأنس أخ يتيم اسمه أبو عمير وكان له طائر صغير نغير وكان هذا الطفل يلعب بهذا الطائر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيت أهل أنس فيشاهد الطفل يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير يباسطه في يومين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الصغير يبكي فسأل عن بكائه فقيل لقد مات العصفور فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطفل ومسح على رأسه وواساه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير أتى عليه الدهر يجبر بخاطره ويواسيه أيها الإخوة هذه مجموعة مواطن نظرية وعملية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جبر الخواطر ولها أمثال وأمثال واذكروا أن من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله تعالى في جوف المخاطر ما استطعت أن تجبر خاطر الناس إفعل إن كنت ذا مال فبالمال وإن كنت ذا مكان فبالمكان وإن كنت تحسن النطق فبالكلام الحسن وإن كنت ذا قوة فبالمساعدة المهم كل مننا يستطيع أن يجبر خاطر من حوله ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل ولئن كان جبر الخاطر محمودا في الأوقات كلها فإنه في رمضان أكثر استحبابا لأنه شهر الصوم وشهر البر وشهر الجد وشهر التعاون فطيبوا بشهركم نفسا وأرضوا به ربا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لقد أظلكم شهر ما أظل المسلمين شهر قط خير لهم منهم إن المؤمن ليعد فيه القوة للعبادة وإن المنافق ليعد فيه الغفلات فهو غنم للمؤمن ووزر على المنافق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله